اهلا بكم في مال واعمال انا دينا سالم لمساندة شباب المبتكرين في قطاعات التكنولوجيا المالية البنك المركزي يعلن اطلاق صندوق الابتكار للتكنولوجيا المالية برأس مال يبلغ مليار جنيه نتحدث عنه مع ضيفنا محمد عبدالعال الخبير المصرفي كما نستضيف الليلة دكتور محمد وجيه خبير اسواق المال لتحليل تحركات مؤشرات البورصة المصرية خلال الاسبوع ومتابعة الطروحات الجديدة لكن نبدأ معكم بابرز الاخبار هنا في مصر انطلقت دورة الرابعة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي والذي يستمر حتى الثامن من اكتوبر المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية نتابع مزيدا من التفاصيل من خلال مراسلنا احمد عبدالرازق المتواجد هناك مساء الخير يا احمد اذا سنتابع مزيدا من التفاصيل مع زميل احمد عبدالرازق اهلا وسهلا يا احمد مساء الخير مساء الخير دينا تحياتي لك ولمشاهد اكسترا نيوز في كل مكان طبعا المعرض يستأنف بعد عامين من التوقف بسبب كورونا كيف رصدت تفاعل الناس حتى الان في الساعات الاولى للمعرض مع اقامته مجددا وكيف تابعت اقبالهم على الشرع بالفعل دينا يعني مصر تتألق بمعارضها ومؤتمرتها الدولية التي لم تتوقف ربما خلال العامين الماضيين بالرغم من جائحة كورونا ربما هذا المعرض توقف لعامين ولكنه يستعيد عافيته من جديد وتنطلق اليوم بالفعل الدورة الرابعة والخمسين التنظيم الجيد والاتباع الشديد للإجراءات أو الاتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية هما عنصر نجاح هذا المعرض وغيره من المعرض الدولية التي تطلقها مصر وبالفعل في اليوم الأول وعاقبة افتتاح دكتورة نبين جامع وزيرة التجارة والصناعة لهذا المعرض كان هناك عدد كبير من رواد المعرض بدأوا بالفعل في التدفق لقاعاته أو صالته الثلاث كنا نتخيل أن اليوم الأول هو يوم افتتاح رسمي فقط وتبدأ الفعاليات من اليوم الثاني كما هو معتاد في معظم المعرض ولكن بالفعل هناك عدد كبير من الجمهور قمنا ربما برصده في بعض الفيديوهات التي صورناها من داخل المعرض ولكن دينا اسماح لي لمزيد من المعلومات والإضاءة حول هذا المعرض عن تنظيمه وعن الدول المشاركة فيه وعن الشركات التي تعرض فيه منتجاتها أن ألتقي بالدكتورة مية عسل رئيس الهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات الدولية لتطلعنا على مزيد من المعلومات تحياتي أرحب بك على شاشة أكسترا نيوز وأطلعين إذا تفضلت عن هذا المعرض عن مساحة هذا المعرض عن الدول المشاركة فيه عن التنظيم الذي سبق هذا اليوم الذي نقف فيه الآن يوم الافتتاح أنا بشكر حضرتك جدا على توجدكم هنا وبرحب بكم هنا في المعرض القاهرة في الدورة الخمسين المعرض اللي آخر دورة له أقيمت في 2019 كان المتوقع أنه كان يقام الدورة اللي بتليها في 2020 إنما بسبب جائحة الكورونا اتأجلت وتأجلت كمان مرة تانية في مارس 2021 علشان كده أقيمت المرة دي في سبتمبر في هذا الشهر وتم الافتاح المعرض ده هو تحت رعاية دولة رئيس الوزراء وكان بحضور وتم افتاحه من معالي وزير التجارة والصناعة دكتورة نيفين جامع كان من التحديات اللي بتقابلنا في المعرض ده إن إحنا إزاي نعمل معرض بي تو سي اللي هو بيستهدف المستهلك في بيع مباشر مش مجرد لقاءات ولا بي تو بي ونستقطب الدول اللي بعض منها مغلقة اللي بعض طرق ما بيننا وما بينها مغلقة بسبب الجائحة إن إحنا نستقطبهم وناخد تأكيدات على وجودهم ونحاول نأكد المساحات لكن كل ده وإحنا بنطبق كافة الإجراءات الاحترازية كانت إجراءاتنا وإحنا حتى بنعرض الموضوع ده في الأول إن إحنا إزاي نوسع المساحات وصعناها بالممرات وصعناها بإن إحنا حددنا اتجاه الممرات في ممرات ضاعفنا من مساحتها من عرضها علشان عارفين إن الترافيك أو الحركة عليها تبع عليها فبالتالي هيكون فيه رايح وجاي مش مجرد اتجاه واحد المعرض ده 110 شركة ست دول معرض ده ضيف الشرف فيه هي جمهورية العراق اللي حضروا معنا وتشرفنا بوجودهم بوجود 11 شركة من شركتهم كان برضو من الحاجات اللي إحنا أكدنا عليها إن إحنا نبلغ كل المشاركين جانب الشركات الحكومية المصرية الشركات القطعة الخاص بكافة الإجراءات بتاعتها وكافة إجراءات المتبعة من زي ما قلت لحضرتك المساحة اللي موجودة إن إحنا نوسع ما بين الأجناحة إن إحنا نحدد عدد العارضين اللي داخل كل جناح علشان ما يحصلش تزاحم ففعلا الحمد لله عندي 14 قطاع ممثل في المعرض ده عندنا شركات من كتر مهيكات متشوعة إن هي تدخل في المعارض اللي بيتو سي في شركات عاملة تأسيط على فترة عشر سنين عندنا قطاع المركبات يعني اللي هو في العيال التريسيكل زي ما احنا شفت في الدراجات وفي إقبال كبير عليهم عندنا اللي هو القطاع الغذائي الملابس الجلود المفروشات الأساس الأدوات المنزلية أكثر من قطاع عندي يمكن هنا جزء المغطأ 8000 متر والمكشوف الخارج 3000 متر طيب دكتورة عايزين نعرف برضا أو نعرف مشاهدينا على نوعية المعروضات أو نوعية المنتجات اللي هم تعالوا عندنا هنا علشان تشتروا إيه أو إيه نوعية المنتجات اللي موجودة ممكن هبدأ بالقطاع اللي هو يعني بعد الدول اللي موجودة معي وهي دولة العراق في سريلانكا في اندونيسيا في فييتنام ومثلا حتى في الندوة اللي أقاموها باكستان السعودية السودان أغندا الدول المشاركة معنا كل دول عندي يليهم مباشرة كان الأدوات المنزلية من أدوات كهربائية من أواني كل ده موجودة في منهم في شركات منهم نزلت الحاجات دي وعرضت أسعارها بالقصد عندي الشركات القبضة نزلت حتى طبعا وزارة إنتاج الحربي مش عرفانا موجودة معنا الشركة الوطنية الخدمة الوطنية السروة السماكية موجودة معنا الشركة القبضة من الصناعات الغذائية ب57 شركة موجودة معنا مساحة كبيرة الحقيقة أشكر حريك شكرا جزيلا على هذا اللقاء وهذه المعلومات إذن دينا كل ما يحتاجه المواطن المصري من سلع معمرة أو سلع استهلاكية يتواجد أو يتوفر هنا في هذا المعرض تحديدا في الدورة الرابعة والخمسين من المعرض القاهرة الدولي الذي كما ذكرت الدكتورة مي يضم عدد أو يعني يستضيف عدد من الدول والعراق هي دولة ضيف الشرف في هذا المعرض وربما رصدنا العديد من المعرضات داخل هذا المعرض ربما تؤرض الآن على الشاشة يعني هذا ما رصدناه على مدار اليوم أعود إليك مرة أخرى دينا شكرا جزيلا زميل أحمد عبد الرازق على هذه المتابعة القيمة وأيضا الشكر موصول لدكتورة ماي عسل خطة تحديث ورقمانة قطاع الكهرباء في مصر تشهد نموا مستمرا واليوم نشهد أول افتتاح تجريبي لأحد مراكز التحكم الرقمي في شبكات التوزيع والتي تسهم في استقرار شبكة الكهرباء واستمرار التغذية ومتابعة الأعطال فور حدوثها إضافة إلى العمل على حلها فورا متابع جاء الوقت للدخول إلى مرحلة الرقمنة بافتتاح مركز التحكم الآلي لشبكة كهرباء القاهرة الجديدة وذلك طبقا لتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار خطة الكهرباء لتحديث وتطوير جميع شبكات الكهرباء على مستوى محافظات مصر يعني عاملين ترتيب على مستوى الجمهورية حوالي 47 مركز للتحكم في شبكات التوزيع ده بيؤدي إلى أشياء كثيرة يمكن من أحد حاجاتها الأساسية اللي هي تحسين جودة الخدمة للمستهلك النهائي ابتلينا بالأمر ده نحن نعمل افتتاح التجريبي في المرحلة الأولى لسه ما هوش ده افتتاح رسمي لهذا المكان وبيض على أن نحن برضو من انجلس سأرجو أنه العدد اللي موجود للأربعة يكونوا خلصانين بإذن الله فيمكن حالك شفتي الجراءات اللي بتتم ازاي وشفتي دخلنا على المراكز اللي هي التعامل مع المعدات الكهربية على البعد يعني أنا شايف أنها هي حاجة ممتازة جدا وهتساهم بشدة في رفع كفاءة ومستوى كفاءة التشغيل في شبكة التوزيع مزايا مركز التحكم الآلي التي من أبرزها أنها تؤدي لاستمرار عمل الشبكة حتى مع انقطاع الطيار إلى جانب تقليل الفصل في الطيار وغيرها من المزايا المهمة والمفيدة لجميع المشتركين طبعا المشروع ده عبارة عن التحكم الآلي في توزيع الكهرباء وده معناه ايه؟ معناه تقليل نسبة الأعطال طبعا وإصلاح الأعطال بشكل مباشر ورغم أنه ما بيبقاش ظاهر للجميع بصفته مش مبنى أو منشأة إلى أنه مهم جدا بالنسبة للبنية التحتية للكهرباء وتوزيع الكهرباء في المدن الكبرى زي القاهرة شنايدر بتعمل على مداد المركز ده للحاجات اللي هي بتحتاجها بطريقة ذكية وبتحاول أنها تدعم الشغل ده بالتعاون مع الفكومة المصرية شركة شنايدر موجودة في مصر من أكثر من أربعين سنة وكفي تعاون كبير جدا بين شركة شنايدر وبين وزارة الكهرباء وبين برضو المؤسسات الأخرى المعنية بهذا الموضوع وخلال رقمنة شركات توزيع الكهرباء سيتم اكتشاف العطل وإصلاحه عن بعد دون أخذ وقت طويل لمعرفة المكان الجغرافي للعطل هذا فضلا عن إضافة نظام أمني كامل وأجهزة وقاية ذكية للاتصال بمراكز التحكم بسرعة كبيرة تنظم مبادرة رواد نيل برنامج فرص العمل العالمي 2021 في نسخته السادسة عشر بالشراكة مع الأهل القابدة الإماراتية يستهدف البرنامج دمج الأفكار بين شباب العالم ودعم الابتكار وريادة الأعمال ومن المقرر مشاركة عدد من رواد الأعمال وقصص النجاح للشركات الناشئة في مصر والأردن بالإضافة إلى متحدثين وموجهين فنيين وخبراء ريادة أعمال بالبلدين مما يساعد على نقل التجارب المشتركة والخبرات في مجال ريادة الأعمال استقرار لليوم الرابع على التوالي في سعر الدولار مقابل الجنيه نتابع معكم التفاصيل موسيقى 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 عالميا انكمش نصات المصانع في الصين خلال سبتمبر الجاري وذلك للمرة الأولى منذ بدء الوباء العام الماضي في علامة على الضرر واسع النطاق الذي تحدثه أزمة الكهرباء في البلاد تراجع مؤشر مدير المشتريات الصناعي رسمي في الصين إلى 49.6 نقطة من 50.1 نقطة خلال أغسطس بينما كان من المتوقع استقراره دون تغيير عن الشهر السابق موسيقى 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 للمرة الثانية في أسبوع لم تتمكن شركة العقارات الصينية أفر جراند من سداد التزاماتها من الديون الخارجية كان من المقرر أن تسدد الشركة التي تعاني من ديون بقيمة 305 مليارات دولار يوم الأربعاء مدفوعات فائدة سندات بقيمة 47 مليون وخمسمائة ألف دولار على سنداتها البالغة 9.5% في مارس 2024 بعد أن تخلفت عن سداد 83 مليون وخمسمائة ألف دولار يوم الخميس الماضي إلى أسعار النفط التي ارتفعت اليوم رغم إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة وسجلت العقود الآجلة لخام برينت ارتفاعا طفيفا ليستقر عند 78 دولار و68 سنة للبرميل وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 20% ليصل إلى 74 دولار و96 سنة للبرميل كما ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط ترقب صدور بيانات اقتصادية ومع متابعة تصريحات مسؤول الاحتياطي الفيدرالي وارتفعت العقود الآجلة ب13% ليصل السعر الذهب لمستوى 1728 دولار و70 سنة للأنصة وصعد سعر التسليم الفوري ب10% ليصل إلى 1728 دولار و12 سنة للأنصة مشاهدين نتوقف مع فاصلا قصير بعده ألتقي محمد دوجيه خبير أسواق المال للحديث عن تحركات البورصة المصرية كونوا معنا أهلا بكم من جديد أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن النطاق السعري لعملية طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية ليتراوح بين 12 جنيها ونصف الجنيه و13 جنيها و98 قرشا للسهم الواحد وسوف يتم إعلان السعر النهائي للطرح في 9 أكتوبر 2021 وفقا لسير عملية تسجيل طلبات الاكتتاب فضلا عن فتح باب طلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور اعتبارا من 6 أكتوبر وحتى 13 أكتوبر 2021 على أن يبدأ التدول على أسهم الشركة بحلول 18 أكتوبر 2021 هذا يأخذنا لإغلاقات البورصة المصرية بنهاة تعاملات اليوم طبعا الخميس نهاة الأسبوع الإغلاقات كانت على ارتفاع المؤشر الرئيسي جي أكس 30 صعد ب 21% ليغلق عند مستوى 10 517 نقطة وارتفع مؤشر السبعين بأكثر من 18% وارتفع أيضا مؤشر المئة بأكثر من 1% بقليل ليغلق عند مستوى 3671 نقطة واستقيم تدولات كانت تحت مستوى المليار جنيه تحديدا 906 ملايين جنيه لمزيدا من التحليل يشارفنا هنا في الستوديو دكتور محمد واجيه خبير أسواق المال أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وإغلاقات على المراكز المالية لنبدأ معك بتقييمك لحركة المؤشرات وإلى أي مدى أثر إغلاق المراكز المالية على الأرقام التي نراها اليوم في المؤشرات بسم الله الرحمن الرحيم نحن النهاردة نهاية أسبوع ونهاية شهر ونهاية فترة مالية زي ما حالك ذكرت كده وده طبعا له تدعيات كتيرة قوي على السوق بس الأول الحمد لله أن احنا أفلنا الأسبوع وأفلنا الفترة المالية باتجاه صاعد وده معناه أمل في إن شاء الله الفترة اللي جاية أنه لا يزال روح التفاق الموجودة في البورصة ولا يزال الناس شايفة أنه الأسعار دلوقتي في منطقة جيدة وجاذبة ومسيرة للاهتمام ويعني هنكمل على خير الفترة اللي نزلنا فيها كانت فترة تجميع وكانت فترة هدوء نسبي وإعادة حسابات وإعادة تشكيل مراكز مالية وبالتالي ما كانتش مخيفة قوي فترة نهاية الفترة المالية دايما بيقى فيها حاجة اسمها سعر التقييم سعر التقييم ده بيؤثر فيه إجمالي قيمة الأوراق المخزنة في البنوك الأوراق المالية أو بيتكون منها سندق الاستثمار وبالتالي بيأثر مباشرة في ميزانية كل الجهات دي سواء البنوك أو سندق الاستثمار أو حساب الأرباح والخسائر عند محافظ الأوراق المالية شركات إدارة الأوراق المحافظ ودولك بيمثلوا جزء ضخم جدا من حجم اللاعبين في السوق المصري يعني بيمثلوا من سبعين لثمانين في المية من حجم السوق وبالتالي أسعار الأقفالات في نهاية كل فترة مالية ده شيء أساسي ومهم جدا بالنسبة لشريحة كبيرة جدا من المتعاملين في السوق أنا عندي المتعاملين في السوق بينقسم ثلاث جهات يا إما أفراد يا إما مؤسسات يا إما محترفين المحترفين دولك هم فئة من الأفراد بس ما قدرش أن أنا أسميها أفراد لأنهم وصلوا إلى ملاءة مالية عالية ووصلوا إلى خبرات في التداول واجتهاد باستخدام خبراء يسمح لهم بالعمل كما لو كانوا من المؤسسات المالية اللي يعني بيتعاملوا بنفس الطريقة أو بشبه الطريقة يعني لديهم الوعي والمعرفة التي يمتلكها مديري المحافظة بالضبط ولديهم القوة على التأثير على السوق بحجم الملاءة المالية اللي عندهم وفي قطاع بقى من الأفراد بيمشي وراهم بيعني بيحزوا حزوهم في التعاملات وبالتالي تأثيرهم بيتضاعف وبيتفاقف الفئات دي هي أهم فئة فيها طبعا هي فئة المؤسسات لأن هي الأقوى والأكبر واللي تمتلك الحجم الأكبر من الأسهم ودولة اللي بيفرق معاهم قوي الميزانيات بتاعتهم في آخر كل ربع سنة في كل فترة مادية لأن هم بيطلعوا ميزانياتهم ربع سنوي احنا هنشوف انقلاب شديد جدا في اتجاهات وأسعار الأسهم الفترة اللي جاية نتيجة للإعلان بعد حوالي من 10 إلى 15 يوم هيبتدي فترة الإعلان عن نتائج أعمال الربع الثالث وبالتالي في الشركات اللي فعلا قدرت إنها هتحقق نتائج طيبة هنشوف تأثير إيجابي جدا على أسهمها والشركات اللي كان طالع عليها أخبار كتيرة جدا إنها محققة وهنلاقي إنه النتائج الحقيقية خلفة التوقعات هنلاقي عليها انعكاس شديد جدا في اتجاه الصعود اللي كانت موجودة عليه وهينعكس ده طبعا سلبيا على الأداء في السوق وبالتالي هيحصل تغيير في المراكز المالية من الشركات الخسارة للشركات الرابحة وهنشوف تقلبات كتيرة جدا لكن في الآخر المؤشر هيطلع جدا لأنه معظم الشركات الرابحة هي اللي بتشكل المؤشر التلاتين وإن شاء الله أعتقد والمؤشرات بتقول يعني والتوقعات بتقول إنه الأسهم اللي في المؤشر التلاتين هنشوف فيها طفرة في نتائج أعمالها في الربع التالت ده حضرتك بتتكلم عن الشركات القيادية وإنه مؤشرات بخصوص نتائج الأعمال جيدة إلى حد كبير حضرتك بتقارن بالشركات المدرجة مثلا في المؤشر السبعيني اللي كان فيها طفرات غير مفهومة في كثير من الأحيان ربما لا ترتبط بالضرورة بطبيعة البرفورمانس في الشركات ممكن جدا كلام ده ينطبق على عديد من الشركات لكن برضو ما نقدرش ننكر أن فيه جزء من الشركات اللي في المؤشر السبعيني اللي حصل فيها تفارات سعرية كبيرة التفارات دي كلها سبب إحنا في البورصة بنبيع المستقبل ما بنبيعش الماضي يعني دايما إحنا بنقيم التوقعات الأداء المستقبلي للشركات وهو ده اللي بينعكس على السعر الحالي مش بنقول هي فعلا عملت ايه أو نجحت في أنها هتحقق أرباح قد ايه أو هتوزع كوبون قد ايه الأرباح والتوزيعات بتعتبر دليل على استمرارية الشركة في النجاح لكن أنا في كل الأحوال أنا بشتري النهاردة السهم بسعر لإني متوقع له بكرة يبقى أحسن في جزء من التفارات السعرية كانت حقيقية ومبررة لكن في جنبها حاجات تانية ما كانتش مبررة أو ربما تكون مبررة بس الخبر مش معلن للجميع ممكن يكون فيه سبب بس السبب ده ما يعرفوش غير قلة صغيرة من الناس وهم اللي قادرين يطلعوا بالسهم أو يستفيدوا من ده وممكن يكون نا ما فيش سبب بس هو فيه نوع من التدافع لأن في الأول وفي الآخر إحنا قانون السوق مين عندنا العرض والطلب هو ده اللي بيحكمنا وهو ده اللي بيحركنا هو كل ما الطلب بيزيد على سهم كل ما سعره بيزيد وكل ما العرض بيزيد على سهم كل ما سعره بيقل دكتور محمد هناك العديد من الأخبار المحفزة للسوق بالذات على مستوى الطرحات منذ قليل كنا نتحدث عن إعلان شركة إي فاينانس عن عملية طرح أسهم الشركة بالبورسة وده حيكون خلال أسبوعين أيضا هناك يعني أخبار عن طرحات أخرى أو أبعوف يعني فيه ابتدت حركة فيما يتعلق بالطرحات إلى أي مدى ترى أنها ستكون جاذبة للسوق بالفعل وربما تحدث الانتعاشة التي نبحث عنها منذ فترة إحنا السوق محتاجت روحات لأنه حجم دلوقتي الأسهم المتاحة في السوق برأس ملحة السوقي من الأسهم الحرة أصبح ضعيف لا يسمح للمستثمرين زاوي الملاء المالية العالية أنا أقصد للمستثمرين الدوليين زاوي الملاء المالية العالية أنهم يدخلوا في السوق المصري يعني أنا النهاردة لما يكون حجم التدول بتاعي بالكامل حوالي 100-120 مليون دولار لو أنا عايز أدخ 500 مليون دولار أو مليار دولار في السوق المصري مش أعرف لو دخلت مش أعرف أخرج بيهم وبالتالي المؤسسات الكبرى في العالم بتحجم عن الدخول في سوقنا لأن سوقنا أصبح حجمه لا يسمح بالدخول والخروج للكميات الضخمة من الأموال بسهولة في أي مستوى يعني في أي مستوى للتدولات يكون السوق جاذب للمؤسسات الأجنبية الكبرى على الأقل في المرحلة الحالية عشان نبتدي نستعيد العمل اللي كانوا عندنا لازم نوصل إلى 250 مليون دولار تداول يومي وعشان نقدر بقى نجزب الشريحة العليا يبقى لازم نعدل 500 مليون دولار نص مليار دولار في اليوم وده لسه لماذا ده قد إيه لازم يكون ده يبقى المعدل ده المعدل يعني ده المعدل احنا المعدل بتاعنا دلوقتي مليار مليار وربع لو خدنا متوسط السنة كلها هنبقى مليار وربع واللي هو أقل من 100 مليون أقل من 100 مليون ده محدش بيبصلنا غير الأفراد غير السنديق الصغيرة قوي في الدنيا فلازم نكون فوق 3 مليار يومي احنا محتاجين حجم طروحات حكومي ضخم يدخل السوق صحيح القطاع الخاص أهم جدا وطروحات القطاع الخاص اللي بتنزل دلوقتي والتحول من الشركات العائلية للشركات العامة ده مؤشر إيجابي جدا ومقدر جدا في العالم ولكن الحجم الضخم هيجي من سواء طرح شركات كانت عامة أو شركات تنشأ من أول وجديد أو تكون حادثة الإنشاء ويتم طرحها في البورصة فتحصل الدولة على ما تم انفاقه كجزء من تمن الشريحة اللي هتنزل وتنشئ بها شركات أخرى وبالتالي السوق يكبر وحجم المال السوقي أو حجم رأس المال السوقي يكبر ويوصل للحد اللي يسمح لنا إن احنا نتحط على يعني التصنيفات الدولية للأسواق النشأ السعودية لما طرحت أرامكو وهي شركة استراتيجية جدا كسبت ما خسرتش الدولة ليه لأنها صنافت خلاص السوق السعودي في البورصة على أنه الأكبر في المنطقة خدت زخم وابتدت تاخد رؤية واهتمام عالمي وإجازة بتناس كتير جدا إحنا نقدر برضو ندخل شركات مش لازم ننزل شريحة حاكمة لكن ممكن ننزل شريحة من 25 إلى 30 إلى 40 في المية وتظل القيادة والأغلبية في الجامعات العمومية في إدين الدولة ما فيش مشكلة مشاركة المواطنين مهمة ومشاركة العالم كله مهمة حضور المستثمرين وحضور آراء أخرى للجامعات العمومية هيسري تجربة الإدارة وهيسري تجربة الحوكمة جوه الشركات وهيخلي الشركات تنمو وتجبر وتزدهر وتلتصق بالناس أكتر بالناس هتحسها فنرجع لإيه فينانس إيه فينانس هتستفيد استفادة عزبة من النجاح اللي حققته فوري اللي ما استفدتش منه نفسها فوري لأنها نفس القطاع وبالتالي الناس هتقبل عليها بشكل كبير والتجربة هتنجح جدا لكن برضو احنا لسه مستنين أكتر وأكتر وأكتر دكتور محمد أنا عايز أسأل حضرتك سؤال سريع في النهاية البورسة تبنت مشروع تحت التعامل والاستثمار في الأسهم للشباب من سن 16 لأقل من 21 سنة إلى أي مدى سينشط هذا التعاملات وإزاي المستثمرين بشكل عام يمكن أن يتخذوا قرار استثماري في ظل هذه التذبذبات الحاصلة في السوق احنا دايما بنقول أن الأفراد هم الوقود الحقيقي للبورسات وبالتالي الأفراد دولة هي جبنين لازم يبقى عندي قناعة أنه اتجاهي للسوق المال ده اتجاه جيد ومحبب لي فأنا لازم أبتدي من سنه صغير من السن اللي هو أنا مسؤولياتي فيه بسيطة وكمان مدخراتي فيه بسيطة وبالتالي مخاطرتي بسيطة فبقيت عندي القدرة على أني أدخل في السوق المال في البورسة وأشتري أسهم بألف جنيه وبخمس تلاف جنيه وبعشر تلاف جنيه بأرقام بسيطة مخاطرتها محدودة لكن خدت الخبرة وخدت المعرفة وبتديت أعرف يعني إيه شركات ويعني إيه تعاون في إنشاء الشركات ليه شركات بأسماء مساهمة ليه المشروع اللي محتاج عشرة مليار اللي محدش هيقدر يوفره له لوحده لو كل واحد دفع ألف جنيه لأ هنجمع العشرة مليار وهيتعمل المصنع الضخم أو هيتعمل المنتجع الضخم أو هيتعمل البنك الكبير أو المستشفى العالمي بالضبط المشاريع الكبرى دي ممكن أنها تتنفس بس بأرقام بسيطة بس بعدد كبير جدا العدد الكبير ده كمان له طريقة في التعامل والقيادة يعني إيه الجامعية العمومية ويعني إيه مجلس الإدارة ويعني إيه توزيع الأرباح ويعني إيه الكبونات كل الخبرات دي لما بتتاخد على مدى السنين الشاب الصغير اللي لسه في الجامعة ده هيطلع بعد بعد ما يبتدي يثبت نفسه في الحياة ويبقى عنده مدخرات ويبقى عنده أموال خاصة لا هيتجه باستثمرها مرة تانية للبورس نعم إحنا بندخل دلوقتي المجتمع المدني في القصة دي من خلال الجامعيات من خلال أنديت الروتري من خلال الجامعات بحيث أن احنا نعمل محاضرات جوه الأماكن دي هي للأعضاء وللناس وللطلبة الجامعات نعرفهم بالبورسة وقالياتها وطرقها وإزاي نستفيد منها وإزاي نحنا نعرف ندخل فيها وخطواتنا للاستثمار تبقى عاملية دكتور محمد وجيه خبير أسواق المال شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة جدا ونتمنى أن نراك قريبا إن شاء الله أنا سعيد جدا ويعني يا رب الربع الرابع يكون أفضل من الربع التالت إن شاء الله إن شاء الله مشاهدين الكرام نتوقف مع فاصل أخير بعده نلتقي محمد عبد العال الخبير المصرفي للحديث عن إطلاق صندوق دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية أنا شاء أكونوا معنا أهلا بكم من جديد لمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والذي يعتبر مستقبل الصناعة المصرفية والمالية في العالم تعتزم بنوك الأهل ومصر والقاهرة إطلاق صندوق دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في أكتوبر 2021 برأس مال يبلغ مليار جنيه نتحدث عن هذا الموضوع بالتفاصيل أكثر مع ضيفنا الليلة الأستاذ محمد عبد العال الخبير المصرفي أهلا وسهلا محضرتك أستاذ محمد خلينا بداية نتحدث عن طبيعة عمل هذا الصندوق وكيف هي مشاركة البنوك الوطنية الثلاث فيها طبعا مشاركة البنوك الوطنية المملوكة للدولة أكبر ثلاث بنوك في مصر بيدي دلالة كبيرة على دعم هذه البنوك ودعم الدولة لمثل هذا الأفكار المرتبطة بالتحول الرقمي وتحويل مصر إلى بلد رائد فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي في المجال المصرفي والمالي الحقيقة الإعلان عن إصدار هذا الصندوق المهم جدا جاء في توقيته ولكن طبعا سبقوا إعداد كبير جدا وخطوات مترتبة ترتيب جيد لو رجعنا الوراء شوية نبدأ نفتكر في 2017 لما تشكل المجلس القومي للمدفوعات برئاسة في خائمة الرئيس عفتاح السيسي ولوضع البلد على مصار التحول الرقمي والتحول الإلكتروني والشمولي المالي وزرع بقى كل نبتات اللي احنا بتشوفها الآن بالتدريج صحيح وده أمر مهم جدا عقب هذا في مارس 2019 إعلان البنك المركزي عن استراتيجيته لمنظومة الشملة المتكملة للخدمات التكنولوجية المالية ومن هنا كان هدفها أن يضع مصر رائدة في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا في مجال تقدم الخدمات التكنولوجية المالية يعني مع بعد المجلس قومي المدفوعات تشكل استراتيجية مخصوصة لهذا النطاق بعد كده بدأ يعني توجه البنك المركزي في تشجيع كل ما يتعلق بالمنتجات الخاصة بالتحول الرقمي بما فيها تشجيع المعاملات التكنولوجية المالية هذه العوامل الرئيسية بالإضافة بقى إلى دراسات مستفيدة من البنك المركزي بإدارات المختلفة لجدوى هذا الصندوق وجدوى الشركات النشأة اللي حتتكون من جراء دفع هذا التوئيل لهم وأيضا إيمان البنوك التلاتة دول بجدوى هذا المشروع أيضا في دفع عمليات الأنشطة المالية والمصرفية على مستوى البلد وعلى مستوى الكوادر والشباب إلى أكره مش عايز أقول كمان اهتمام الرئيس بقى الشخصي بهذا الموضوع في احتضانه لشباب اللي هو الشباب اللي عنده مواهب وعنده مواهب ابتكارية في التكنولوجيا وأهمية أن نشجحهم ونضحهم على خريطة التعامل لأن هؤلاء الناس لما عملوا الشركات التكنولوجيا المالية هم رأس مالهم هو عقلهم الإبداعية لكن محتاجين بقى الدعم محتاجين الدعم المالي يبقى لهم مقارات يبقى لهم أدوات تكنولوجية لهم كوادر بتساعتهم لهم فرص تدريبية لكن الملفت أنه بالفعل هناك مبادرات عديدة قائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات النشئة والشركات المرتبطة بالتكنولوجيا ما الذي يضيفه هذا التخصص يعني تخصص التكنولوجيا المالية هل من التجربة في السنوات السابقة وجدنا أننا يجب أن نطلق مبادرة خاصة بهذه الشريحة من الأعمال بالطبع زي ما قلت لحضرتك أو لوحنا السؤال مهم جدا لأنه هتطرر بنا أن نشوف هدف السندوق إيه لأن هدف السندوق زي ما قلنا احتضان الشباب في الأول وتشجيعهم نمرة اتنين ضخ رؤوس أموال وتوجيه الاستثمارات لهذه الشركات حتى تندفع في عملها اللي كنت بفكر فيه الحقيقة أستاذ محمد أنه هل هذه البنوك الكبرى خطة ما أو بالتأكيد لديها بعض المتطلبات التي تريد أن تطرح على المتكرين الشباب وربما توجههم بطريقة ما لما يحتاجوا بالطبع بالطبع هي الاستراتيجية اللي حطها البنك المركزي في مارس 2019 بتتضمن هذه الأهداف والأهداف فيها سمارت فيجن وميشن وأبجيكتفز وخطة استراتيجية للوصول إلى هذه الأهداف بس احنا لتفعيل هذه الاستراتيجية كان أولها هو عمل السندوق المهم جدا اللي هيدعم رؤوس أموال الشركات المتقصصة في التكنولوجيا المالية الناشئة وده مهم جدا فزي ما بقول لحضرتك أن وظيفتها أنها تحتضن هذا الشباب المبدع بتدخ رأس مال بتخلق بيئة مناسبة استثمارية يتشتغلوا فيها تساعدهم على أنهم يتوجهوا لدعم الشمول المالي والتحول النقدي يدعموا الشركات اللي هتنشأ في هذا المجال سواء كانت شركات مصرية أو أجنبية طالما أنها بتعمل على أرض مصر وتدفع لهذا المجال الشق التاني من سؤال حضرتك وهو يعني هل ده هيضيف للخدمات والتطور التكنولوجي اللي موجود في مصر وإيه الداعي له يعني أنت لو شفتي على مستوى العالم الشركات دي مش هتنافس البنوك بالعكس في ناس فهمة أن هذه الشركات هتنافس البنوك في الخدمات ستقدم حلول بالزبط بتقدم حلول وخدمات للناس اللي مش قادرين يوصلوا للبنوك أولا وحتى البنوك نفسها بتطور قدمتها من ناحية التطوير الإلكتروني والمنتجات الحديثة إلى أكرو فيما يتعلق بالكوربريز فيما يتعلق بالسندكيشن لونز فيتعلق تريد فاينانس فيتعلق بالاستثمار إنما هذه الشركات تتوجه للعملاء اللي خارج نطاق العمل اللي مش قادرين يوصلوا للخدمات المصرفية ودول نسبتهم يعني على مستوى العالم تقريبا 38% من البلغين في مستوى العالم حوالي 2 مليار نسمة نسبة لا يستهان بهذا مش قادرين يوصلوا لهم الخدمات المالية وأيضا في العالم العربي النسبة دي حوالي 38% يعني هكذا في تكامل في تكامل أو تكامل في الخدمات لأن طبعا يعني هي وين وين لشنشيب إنما هذه الشركات تتوفر خدمات يعني يعني إيه التكنولوجيا المالية مع التكنولوجيا المالية هي عبارة عن تطوير الخدمات المصرفية أو المالية التقليدية إلى الأفضل باستخدام ابتكارات وتقنيات حديثة جدا بتودي إلى خفض السرعة وخفض التكاليف وسهولة في الإنجاز إلى آخره فطبعا مجال العمل في هذا واسع ورعيب جدا وإحنا مش قادرين نلحقه يوميا يعني بيان البنك المركزي أكد أن هناك إمكانية لمساهمة أي بنوك أو مؤسسات مالية أخرى هل نفهم من هذا أنه الصندوق مفتوح لمشاركة أي مؤسسات ترغب في دعم هذا الهدف؟ صحيح مصرفيا المفروض الصندوق اللي زي دي بيبقى في البروسبيكتف بتاعها هل هي مفتوحة ولا مغلقة لكن البيان يعني فتح الصندوق ودعها وفتح يعني فرصة لبنوك أخرى ربما تدخل في ذات الصندوق دعا في أي وقت مؤسسات مليئة أو بنوك ولكن في تصوري أن ربما يكون هناك في مجال أيضا لبنوك الاستثمار القائمة أنها تعمل صندوق زي دي ولسي لكن مسمى الصندوق هذا بالتأكيد سينعكس على طريقة التمويل يعني هل نفهم أنه البنوك ستكون شريك في المشروعات كيف سيدار الصندوق الصندوق لو شفنا اسمه صندوق دعم رؤوس أموال شركات شركات التكنولوجيا المالية الناشئة فهو صندوق كلمة دعم دي مهمة ممكن ناخدها بأشكال مختلفة طبعا البنك المركزي بيحط محددات للبنوك أنها تستثمر في هذه الشركات بنسب معينة اعتقدشين في المياه دلوقتي من رأس مال هذه الشركات هو كانوا الصحة وبالتالي من البنوك ممكن تستخوز على بعض الشركات القائمة أو تنشئ شركات جديدة أو تقرض هذه الشركات بالتمويل وهنا هي جبقة يعني الفانانشل بيجبوش من البنوك لهذه الشركات صحيح فهيبان في تفاصيل أشكال مختلفة وزي ما أنا قلت لحضرتك أعتقد أن حيبق فيه مجال لشركات بنوك استثمار كتير ممكن تيجي من الخارج وممكن تيجي من الداخل تعمل مثل هذه السنوات بالفعل مصر أثبتت خلال السنوات الأخيرة أنها يعني تستطيع إطلاق عدد كبير من شركات التكنولوجيا المالية فائقة النشاط وأيضا يعني متكرة جدا إلى أي مدى يمكن أن تأخذ هذه الخطوات مصر إلى أن تكون مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية عربيا وأيضا في منطقة الشرق الأوسط هو في تصور شركات التكنولوجيا المالية في الوطن العربي وفي شمال أفريقيا لسه محدودة بالنسبة للعالم يعني التطبيقات مثلا في الصين بيعتمدوا في نتائج عملهم على التطبيقات التكنولوجيا المالية بالنسبة تصل إلى فوق الـ 95% حجم أعمالهم دخلها في التكنولوجيا المالية الهند حوالي 55% البرازيل 40% العالم العربي كله حوالي 18% في البيئة بيعتبت على حجم بيعتباله في حنلاقي الشركات دي فيها درجة تركز في أربع دول بس عربية منهم طبعا الإمارات السعودية الأردن ومصر ومصر نسبتها لا بأس بها بالنسبة للمنطقة عن الأرقام يعني يمكن تاني دولة في درجة استخدامها فطبعا هناك روم كبيرة جدا لكل الدول في العالم إنها تخش وتساهم في رفع نسبة التكنولوجيا المالية المستخدمة في تطبيقاتهم لأن ده زي ما قلنا بيوفر في تكاليف بيوفر في بيوصل للناس اللي لا تستخدم المصارف وبالتالي بتساعد على الشمول المالي والتحول الإلكتروني وفي تصوري إن كل ما زادت النسبة مساهمة مصر في هذا المجال هتساهم على مستوى العالم نعم بالإضافة إن مصر كمان تقدر من خلال هذا الصندوق ومن خلال مركز التكنولوجيا المالية المصري بالتعاون معه بيدربه كوادر من الشباب المتميز في أفريقيا ودي أحد أهداف ورسالة الرئيس في أنه هو يمد يد العون والتدريب للشباب الإفريقي وفي النهاية القيمة المضافة بتزيد علينا كلنا شكرا جزيلا الأستاذ محمد عبدالعال الخبير المصرفي على وجودك معنا أهلا بك شكرا جدي مشاهدين هكذا نصل لنهاية مال وأعمال أشكركم جزيلا على المتابعة ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعية